دشن مدير عام مديرية المخا سلطان محمود مشروع إغاثات عاجلة للمضررين من السيول في تهامة أشهد بالدور الكويتي والدعم الذي تقدمه الكويت عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية معبرا عن أهمية الوقوف مع الأهالي المتضررين ومساندتهم في ظرفهم والأصيب ومن جانبي أكد مدير الوحدة التنفيذية للنازعين في محافظة الحديدة جمال المشرحي أن هذه المساعدات الإيوائية والغذائية هي متطلبات أساسية يحتاجها المتضررون في المناطق المنكوبة كما أكد رئيس مؤسسة روح العطال التنمية والتعليم عبد الرؤوف اليوسفي أن الدعم المقدم من دولة الكويت كمرحلة أولى سيستفيد منه أربعة آلاف مستفيد حيث يشمل سلل أيواء وخزانات مياه وسلل غذائية